يقول فضيلة الشيء قفقكم الله امرأة عليها صيام شهرين متتابعين فهل يلزمها أن تبدأ الصيام من أول الشهر أم أن لها أن تبدأ الصيام في أثناء الشهر إذا كانت عينت الشهرين فإنها تبدأ من أول الشهر الأول إلى نهاية الشهر الثاني أما إذا كانت ما عينت الشهرين نذرة تصوم ستين يوما مهلا ستين يوما أو شهرين غير معينين أنها تصوم ستين يوما تبدأ من أول الشهر من وسطه من آخر لا بس المهم ستين يوم متكابع نعم